اهلا وسهلا بنات كيف انتم مع اللبس عليكم بخير اومركم زيانا نتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو تمام صحة و العفية كتشوفوني واقفة في الشميشة هنا قلت ان تصخن شي شوية وعدنا نمشي الله يودي الشميشة هرجعنا كنت وحشوه هنا مي الحمدلله مؤخرا الجو بدكت قد شوية بدكت تخرج لنا شميشة خاصنا نجيب شي صخيرات هكذا وبعد نرجع نوجد معاكم شي حاجات هنا في الدار وشكرا البنات بزاف اللي كي جربوا الوصفات اللي كنت طبق معاكم و كيشاركوهم معايا سوا في انستغرام سوا هنا في يوتيوب صحتكم و راحتكم ان شاء الله يا ربي نتمنى نكون عند حسن الضن ديالكم مهمة البنات اليوم ان شاء الله هلقيتوني غادي نمشي القرون فخي عاملين شي أوفرتات هكا على حساب رمضان شي حاجاتك نحتاجوهم وخبقي شي شوية الوقت مادم غادي نحتاجوهم نحتاجوهم ونزلوهم هكا كلا هما نتسخر ونحطم عندي هنا يا واجدين باش ان شاء الله مني نحتاجهم يكونوا واجدين ان شاء الله يربي منهم اللوز مهم تلقيت واحد المتتبعة من هنا يا غزالة اسمي تاليندا كنحييها من هنا ما شاء الله عليها تمرك الله ما زعمة فاجأتني أنا مع احدة الدار هي تا هي كتقرة هنا تقريبا ليا وفاجأتني ما شاء الله عليها كنحييكم كاملين البنات اللي كيتلقوني وكي يجيوا عندي وكي يسلموا عليا والله كنحص براسي كنعرف كل شي كنحص بحل خوتي الحمدلله وشكوعي الله مهم البنات ما نطول شي عليكم غاديمشي ودعبا ان شاء الله ونطلقا وتمكين ان شاء الله يالله خليكم معا وهنا البنات قبل ما نكمل معكم الفيديو مهم بقلت ضروري نتخليكم هاد اللقطة هادي لان بزفد صديقات اللي كانوا وصوني على هاد العرض هذا ديال عشرين مره او لبيدون فوائد كانوا بزفد البنات كي يقولوا لي سلوائي لاجا وتسهيلات هكا في الدفع مدة طويلة علمينا بها فصراحة ما عقلتش على البنات كاملين اللي كانوا وصوني ولكن قلت غادي نحط هنا في الفيديو هكا البنات اللي غادي يشوفوها غادي يعرفوني علاش كنهدار ويتواصلوا معايا في الرقم التليفون ديالي انا نخليه لكم هنايا في الواتساب مهم هاد العرض هاد البنات راهم عرض محدود البنات يعني من اليوم ان شاء الله ثلاثة حتى النهار تلتاش غادي سالي هاد العرض كيفما كتعرفوا بحال هاد العروض كيديروهم مراف مع فش حال وكي يكون واحد العرض اللي مفاجئ حتى احنا تفاجئنا به مهم الى البنات اللي انت غيسي وبغوا يعرفوا اي معلومة على التامو ميكس او لو بغوا ياخدوها يتواصلوا معايا في الرقم التليفون ديالي وغان شرح لكم كل شي فما تضيعوش هاد الفرصة لبنات او هاد العرض كيفما كنقول لكم ثمان كيبقى هو سبعة وستين اور في شهر يعني لمدة عشرين مرة فكي يسهلوا عليكم بزاف بزاف نتمنى اتكون من ناصب ديالكم ان شاء الله يا ربي وشكرا لكم ونكملوا لفيديو ديالنا تشوفوا لي على جوما ان شاء الله حال غزال شوفوا على شميشة وعلى اجواء نتمنى ان شاء الله ان شاء الله سوف نسخلونها هاي بنات ايضا ايضا ويسرح لكم او احسن حاجة ايضا ان شاء الله ان ترتديقها ايضا الاستدقاء ستجد او او طريق أحسن حاجة هذه الساعة تجد دنيا خاوية بسرعة البرق سوف يباليكم شوية وجهي بحليلة كيبري الكرون صلي اللي كندير مؤخرا كنديرها شوية دهنية مهم منشي دهنية مهم كتإدراضي اكثر من اللي كنت ندير شحال هذي مهم كتخلي ليشي شوية وجهي هكا مهم في هذي كل المعامي أنا ما عنديش مشكل ما كتعشبنيش بزاف مي ما عنديش مشكل لأن أنا الغرض اللي خصني أو الغرض من هذي اللي كرون هو الترطيب وهو حماية من الشمس هالشيلي كين مهم دخلو دهنية بل كرون فري إن شاء الله مهم كتوصلوا لهنا كتلعوا لي بخوموسيون باديين من الباب هانتو ماللوز شحال دهنية لون هانتو ماللوز راح موجود بكمية وسيرة هانتو ماللوز 800 درام ثم تهمنا 8 مياللوز 800 درام كمية مسيرة هانتو ماللوز سعد يسرين بالنسبة للغرون في خالبنات كيفما العادة وكيفما كل عام يعني كيدروا حتى تخفيضات واستعدادات هكذا در رمضان صراحة ما كتحسيش براسك أنك في واحد البلد اللي هكا أجنبي كتحسي براسك بحالي لفشي بلد إسلامي ومسلمين مع المسلمين لأن جميع الحاجات اللي كانحتاجهم في رمضان كيوفرهم وفي نفس الوقت كيدروا تخفيضات باش كل شي يدير استعدادات دياله وكل شي حضر الحلويات وشبكية ويحضر ذاك شي اللي يخصو كيفما كتحفو معايا بالنسبة الماء الورد أو ماء الزهر بالنسبة العسل الزبيب البرقوق المشماش للناس هكا اللي كيدروا أطباق في العشاء في رمضان بالنسبة للشريحة طمار كيفما كتحفو تخفيض يعني جوج ديال هكا جوج ديالي بواط بخمسة الأورو بالنسبة للوز حتى هو كيسهلو على البنات هكا اللي يخدمينه ما عندمش الوقت هكا اللابطة للوز أو عجينة اللوز وبالنسبة للوز بودرا حتى هو البنات اللي ما كيعجبوكو مش هكا الطحنو أو لما كيعجبو مش تنقو اللوز ولفاها هو متوفر كيفما كتحفو معايا جوج ديالي هكا ديالي صاشي بستدل أورو يعني غاي كتشد اللوز وكتستعمليه بالنسبة للكوك هكا كنأخذ أنا بزاف الحاجات من هنا حتى على حسب العيد إن شاء الله من اللي كيدروا هدلي بخومو كيفما كتحفو معايا بالنسبة التمر خمساد الكيلو التمر البنات 12 أورو تسعين وهد النوعية هدي مزيانة ديال هد المدينة المنورة كنضن بالنسبة للكوكا وحتى هواس ومنقيس وبلقشور ديالو القريقاع مهم أي حاجة تحفو بالكم كنحتاجوها للشهر الفاضيل فكيوفروها ماشي غير هنا فاحتى فلوكلاغ يعني بالنسبة لبنات اللي ما عارفين ش طبعا في صراحة كيفما قلت لكم ما كتحسيش براسك في واحد البلد أجنبي واللي كيعجبني في هاد شي كامل هو العروض أو التخفيضات اللي كيوفرو عكس البلدان العربية سبحان الله ما اللي كيقرب رمضان كل شي كيغلى كل شي كي تزد في التمن ديالو يعني الدرويش ما كيقدر شي يزعم على هاد الحاجات هادو اللوز كيطلع كل شي كيطلع كيفما كتشوفوا معايا هاد العسل هاد البنات بعدها بغيت نشاركو معاكم هاد غزال البنات استعملتوا العمليفات أنا آآ في شبكية استعملتوا كنضن في شي معسلات آخرين مهم خديت منه آآ العمليفات وعجبني حسن من ديال الطاصة ديال البلاستيك بالنسبة التمر رف الأنواع والأشكال للبنات هانتو ما كتشوفوا معايا بالنسبة القطاني حتى هما البنات رهم عمين فيهم هكا تخفيضات أنا غادي نوريهم لكم بالنسبة العدس هكا والحمص يعني هدو من الحاجات اللي كنستعملوهم يعني بكترحنا خصوصا من مغاربة كن نستعملهم هكا في الحريرة هكا المغربية اللي تقريبا كتكون حاضرة يوميا في المائدة وكيني حاجات آخرين بحل هدو العدس الأحمر سوى كنستعملو أنا هكا في ليسوب مهم اللوبيا مهم جميع الحاجات اللي نقدروا نحتاجهم حتى هكا سميد حتى هو عاملين فيه تخفيض رقائق اللوز أنا كندي منهم هكا رقائق اللوز بكترى لأنني كنستعملهم العام كامل ما شي غير هكا في رمضان في رمضان قليل فين كنستعملهم مهم هنا يكن نضرب دويرة في غونفخي وأنا لقاهم حاطين رمان نتلي همو حشين رمان فاره موجود في غونفخي جيت لحنا لكا فوق لهذا البلاصة هذي اللي كيكونوا عاملين فيها بزاف الحاجات شي فيهم صلق مهمة البلاصة رصباق لي شاركتها معكم هذي بالنسبة للبناد اجتاد اولا اللي ما شاهدوش لها فيديو فهذي كتكون هنا فكا فوق كيكونوا فيها بزاف الحاجات اللي دارين فيهم تخفيض كيكون كبير حتى لسبعين في الميام مهم شوفوش حل كبير رأة كبيرة هذة البلاصة هنتم شفتو مهم هذة البلاصة عربي مهمة بزاف الحوائش مهمة بلاصة كبيرة فيها المواد الغذائية فيها الحوائش فيها الألعاب فيها حاجة الكوزينة وكبيرة قدرت القوم كل فنين طرب كيف كنقولو كيحط فيها كالي صلت بزاف كينا غف هذة كاف فوق عدد دي لسات شام ونا البناد سوف نجد معكم من لحشة ديالي وقلت نشارك معكم من نوع الحريرة المغربية سوف نشارك معكم طريقتي البسيطة التي توجد تغير البنات بما أن رمضان على الأواب فقلت نشارك معكم وهكذا البنات لديهم تغمو ميكس وستعملوا كوكيدو وستعملوا الحريرة قبل أن تدخلوا كوكيدو هنا كيف ما شفتوا معي صدقائق 120 درجة الحرارة وكيف ما شفتوا معي هنا درت الموس يعني قلبته ومخليتو في الجهة اللي قطع درت في الجهة اللي غيك تحرك ودرت يعني غير معي القاب حلا غيك تتحرك وصافي كتحرك صافي وغلقت عليها وخليتها كطيب كيف ما شفتوا معي الصدقائق كنت مطيش طابت صافي كيف ما كتشوف معي درت الفيتاس يعني تسعود وغاد نخليها كيف ما غتشوف معي بسرعة ما غنكمل 40 صغون حتى غتكون يعني طحنات ما كتبقى لقشرة لزرعة لحت شي حاجة قترجع يعني وحد اللي كيد ديال ماطيشان ما تخافوش يعني تكونوا كتشربوا الحريرة وتحسو بالقشرة ولا تحسو هكا بزرعة ماطيشان وما كتبقاش هنا ازت شوية ديال كرافز وكيف ما شفتوا معي والمعد النوس وحتى هما غا دي نطحن هم كيف ما غنقطع متش حاجة كوش غنضير في تغموميكس هنا كيف ما شفتوا معي در 30 صغون در هاد الأوبس هدي اللي غي بشي حاجة بسيطة بما أنا كنصم هكا 2 وخميس الزوج ديال الحقيقة هو اللي كيصم بزر 2 وخميس فكن وجد هكا بسرعة هنا غا نزيد الحمص تقريبا 100 غرام د الحمص توابيل كيف ما شفتوا معي شوية القصبار مطحون وشوية اللي بزار أو الفلفل الأسود الكوركم الملح سكين جبير أو زنجبيل وشوية القرفة وزيت الزيتون هنا نضيف الماء الكافي اللي غادي قدني حتى غادي وصل الماكسيمون راهم يعني عملي اللي كن في الماكسيمون ديال الماء اللي تقدروا توصلوه ونزيد تقريبا شي 30 40 غرام ديال العدس هكا كي يعجبني أنا في الحريرة كتجي مغدية اكتر سوف هنا غادي نصد عليها باش ان شاء الله الطيب كيف ما غادي شوفوا غادي ندير درجات الحرارة وكل شي غادي ندير هنا تقريبا 40 دقيقة باش غادي طيب ليا الحمص البنت اللي غادي استعملو حتى الحم هكا مقطع طريفة اللي كون شوية صغار تقدروا تعملو في المرحلة هذي بالنسبة ليا انا ما غادي ندير الحم يعني نخلي ها كخفيفة درجات الحرارة 180 درجة سمحوا لي وغادي ندير الموس غادي نقلب دائما باش ما يتحليش الحمص والإزان غادي اللي كين ينتم وصفي الملعقة اللي غادي تبقى تتحرك بحل انت وقف تتحرك صفي 40 دقيقة غادي على خطره بالنسبة لدرجة الحرارة 120 درجة اللي تجعل كل حاجة بالفوائد دياله اللي يعجب نفتغ موكس هو انه اي حاجة طيبية فيها تحتافظ على الفيتامينات اللي يكونوا فيها والمعادين يعني درجة الحرارة اللي تقضي على كل ما تبقى الماكلة فيها شيء فائدة هنا نوجد معكم واحد البطاطا اللي تقريبا وجدت معكم في أوائل القناة كيف ماش معي خديث البطاطا اللي كي جوها كبار لويتهم في البابي كويسون أو ورق الفرن أو في الألومينيوم وغادي ندخلهم الفرن غادي نعمر معكم هذه البطاطا هذي تجيو وعلى البنات ولا دي كتعجبهم وحتى أنا كتعجبني نسميها بطاطا الفرية لأن في إسبانيا كي وجدوها بزف الفرية وصفي ودائما كان وجدها لمحيت كتعجبهم هنا البنات كيف ما شوف معي الحريرة دي لي طابت وجدات أنتم ما غادي تشوفوا بالنسبة للحماص حتى هو طاب صفي يعني ما تحتاجوش أنكم تزيدوا الطيب أكثر بالنسبة هذا الحريرة لابنة رف أقل من ساعة المكانة توجد صفي وهنا سوف ندوز باش غادي ندور الحريرة دي غادي ندير هنا تقريبا الشعرية تقريبا 40 30 شعرية تقدروا تستغنو إلي لما بريدوش الطماطم هك كلاسوس طومات ضروري باش كيعطينا دي كلوين وهنا الخميرة البلدية تقريبا كأس إلا ربع خميرة البلدية دي العنبا كأس العنبا عبرت به صافي وكيفما غادي شوفوا معايا ما غا نبقى وقف عليها ولا ندورها ولا ولو هي غا تبقى كتدور راسها غادي ندير هنا تقريبا شي 15 دقيقة كيفما غادي ندير درجة الحرارة 120 حتى هي يعني هي القسوة وكينا فوق ما فوق منها طبعا وهنا غادي نحاول كيفما كتشوفوني دائما كنضغط عليها ذاك المويس باش كيرجع كدور في اتجاه المعاكس باش ما كتحلي المواد اللي أنا حطيتم ما يتحلي الحماص وذي كشي لا وصافي ودرك الملعقة ستبقى كتدور هالراسة كيفما تعرف هذا المرحلة الحريرة تبقى يواقف عليها وانتي كتدور كل ساعة كتدور يحتى يدك كتح مهم هنا تغموم كتدور هالراس هالراس هالحريرة دي اللي وجدت كيفما شفتوا معايا يعني في اقل مدة والحريرة المغربية على حقها وطريقها كيفما كتشوفوا معايا ما استعمل كوكيدو بالنسبة لبنات اللي ما عندهم كوكيدو او للي ما بغوش يستعملو كيدو كيفما كتشوفوا معايا ها هي واجدة زدت عليها هنا شوية القصبر دائما كنخلي احتل لخر وشوية الكرافس هما اللي زدتهم في الاخر وغادي نزيد واحد البيضاء طبعا اللي كتعطيها هذي مهم دي المنظر الحريرة الاصيل العريقة منعودش لكم واحد ننسي ما طالعة منها غزال غزال يا البنات كيفما غتشوفوا معايا البنات ما استعملت بالزفد الاواني غير تغمومي قدرت فيها كل شي هي اللي بقت كتحرك حتى اخترت معايا الحريرة وطابت طابت طحين وصافي هالحريرة دي النواج ده مهم سهلت عليكم البنات هكا في رمضان جربوا هذي الحريرة هذي ورضوا علي الخبار شوفوا كيف تجي يا البنات شوفوا ما شاء الله ما شهدكم فيها يا البنات مهم ده بغادي ندوز معاكم باش نقدم معاكم ان شاء الله بقت لكم البنات جربوها ورضوا علي الخبار ره هكا تجي سريعة وغزالة وذي الخميرة البلدية تعطيها واحد الماضاق دي الحموضة اللي تعجبنا في الحريرة اللي كنقلبو عليها ففي الخميرة البلدية البنات كننصحكم تعملوا الحريرة دي لكم بالخميرة البلدية هكا تجي خفيفة ودغي كنتهضم في رمضان كيف ما كنعرف ويلش ربنا الحريرة ما كنقدروش ناكلوش حاجة اكثر مي لدرتوها بالخميرة البلدية دغي غت تهضم لكم البنات مش بحال الطحين البنات بوحدو هكا فما كتعجب نشانا وما كنندير هش بالطحين العادي ضروري من ما تكون الخميرة البلدية وهدي خميرة يعني كنحاول نخليها تقريبا شي يومين ويا كتخمر باش كتجي الحريرة دي لو وعر ولي ضق عندكم البنات غدي يقول لكم شنو شنو السر في الحريرة هو الخميرة البلدية لبنات حاولوا توجدوها رمضان شوية الوقت لرمضان لبنات اللي مازال ما وجدوه راني دي جا عمل معكم وحد الفيديو على الطريقة الخميرة البلدية ناجحة 100% 1000% ووجدوها لرمضان هكا غدي تنفعكم بزان وبصحة وراحة وهنا دوز باش غدي نشوف البطاطا طابت كيفما غاتشوف معايا ناخد هكا واحد السيكين وكنبقى هكا ندخل حتى لداخل الى دخل بسرعة فصافي راح طابت كيفما كتعرفو الى بل شوية كيتعطل كنزيد ها واحد شوية وصافي هنا كانت طابت لي تقريبا خدات واحد شو نقول لكم شخمسة واربعين دقيقة هكذا في الفرن اللي كانت درجة الحرارة دياله عالية لان البطاطا كتكون هكا شي شوية كبيرة فمهم كتتعطل شوية البنات اللي بغوا يطيبوها هكا بسرعة وكانوا مزروبين علامة بغتوا توجدوها هكذا اللعشة فتقدروا تديروا لها نص صلقة يعني تديروا بطاطا في الماء وتخلي تقريبا من الماء وتلويوها وتدخلوها للفرن هنا كيفما غتشوفوا معايا البنات حاولت انني هكا نقطع على الفرن ناسف هكا وغادي مبقا نجبد البطاطا كاملة ونحاول نخلي البطاطا على هاد الفورمة هدي ماشي نحلها بزاف باش هكذا غتجيني سهلة باش نقدر نوضع جميع المكونات اللي غادي نزيد لها في الوسط كيفما كتشوف وراها سخونة تبقوا دائما نضغطو هكا الجوانب وعندك مرضو البال لبنات مع الباب كويسون ومع الالمينيون اللي تمزجوهم هكا في الوسط حاولوا تبعدوهم وعنا ما زال غادي نهبطهم شي شوية غير ما زال سخونة فضعقات نيما نقدر بش عليكم سخونة زيتون وشوية الملح وغادي نزيد هكا الجبن كيفما غادي تشوفوا معايا تقدروا تزيدوا موزاغلة يطعم أي جبن كيعجبكم تقدروا تضيفوه وغا تبقوا هكا تحركم مزيان حتى تمزجو هدو مزيان ويدوب هدو 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 رائع ماشي غير هكذا غادي يجي البطاطا من الداخل ديالكم شوية بحليلة غادي مهم بس لا كيفما غادي شوفوا معايا أنا يعني ربق تكن خلط حتى تمزجو مزيان ودب هدو 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 نزيد في المكونات الأخرين اللي غادي نضيف على البطاطا كجي رائع البطاطا غي يجربوها البنات كجي واعرا بالنسبة للمايونيز حتى هو صيبته في الضر ديال تغمو ميكس يعني كي عجبني ما كان شريش مايونيز من على برق قليل ثم القليل للبنات فمن الأحسن صيبو في الضر ديالكم كان صيبو أنا بزيت الزيتون هنا خضيت البربة اللي حكيتها ما هنا ضيفت الجزر اللي حتى هو حكيته في حكاكة الجزر هكا ره طريع البنات ماشي طيبته وهنا ضيفت الدورة تقدرو تستغنو عليها بالنسبة لها المكونات اللي كان نضيف أنا دابا فتقدرو تدير اللي عندكم في الدر تقدرو تستعملوه سينو تقدرو تستعملو غير بطاطة بحال هكذا بالجبن وتزيدو عليها غير التونة كتجي وعرة او غير زيت الزيتون والجبن كتجيته غزالة مهم هدو كيبقوا إضافات اللي تقدرو انتم تضيفوهم لا بغيتو او لا تستغنو عليهم هنا ضفت التونة كما شفيتو معي وضفت شوية المايونيز حتى هو وهنا غادي نضيف هكا الخيار المخلل اللي يكون هكا مقطع بالألوان اي حاجة تعجبكم تقدرو تزيدو السوريمة تقدرو تزيدو هكا القنباري اي حاجة تعجبكم ضيفوها لبطاطا ديالكم انا كندير لها الطريقة هدي وبعض المرات كنغير هكا في مكونات نتمنى تكون عجباتكم هاد المصفة اليوم وتكون استفتوا منها وتجربوها ان شاء الله وتطبقوا معايا التجارب ديالكم او تبارتاجوا معايا التجارب ديالكم صافي بديت كندخ صافي البنات هاد شي ما كان تمني عجبكم الفيديو اليوم وإلا عجبكم ما تنسون منش البنات من جيم وبارتاج خليونا نوصلو هدل الفيديو العدد كبير من لايك هات كتنسا وإلا ما قلت لكم شكرا لكم وشكرا على الحب ديالكم وشكرا للمتابعة الفيديو حتى لآخر نتلقى وإن شاء الله فيديو قديم وبسلام عليكم تهل الله ولي أفرادكم